السلام عليكم ورحمة الله ومشاهدنا كرام أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية الأستاذ دكتور مازين العقيل وهو وظيفي في هذا المساء من حديث المساء ولازال حديثنا حول الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب في ضوء سقوط الدولة اليمنية وسيطرة الميليشيا الانقلابية على مؤسساتها دكتور مرحبا بك أهلا ومشاهدنا دكتور بعد الطورات الأخيرة الآن في البحر الأحمر وكل ما تحدثنا عنه قبل قليل هل يمكن القول أنه الآن يفرض الوضع في البحر الأحمر نفسه كبعد آخر للحرب ومؤشرات يعني على خطورة استمرارها في اليمن الآن قبل أن أبدأ في أجيب على السؤال بس أصحاب أعمال ملاحظة على مداخرة الأخ العقيل من السعودية حقيقة يعني أنه دائما الدول الكبرى لا يعول عليها دائما أنه دول تحكمه مصالحها المصالح التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية هي ما يحقق مصالح وأمن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر عندما جاء أوباما في عقيدته العسكرية في عام 2014 قال أن الأمريكان أن يستخدموا القوة العسكرية بأي شك من الأشكال إلا إذا كعرض مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وهنا الأمريكان بدأ يشتغلوا على أن يكون هناك سياسة خارجية أمريكية في المنطقة وفي العالم وهي القيام على حروب الإنابة ومن يقبل بقيام بهذا الدور فله الدعم والتعييد والمؤازرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنا باعتقادي أخينا بركز على أن هناك في تعاون إيراني أمريكي صح صح في فترة الأخيرة المخوضات الأمريكية مع إيران فيما يتعلق في البرنامج النووي الإيراني وما رافقه من أبعاد سياسية وإقتصادية هذا كان يصب كله في مصحة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر بغض النظر عن الأطراف العربية التي لا ترضى أو لا تقبل بأن يكون هناك في تعاون إيراني أمريكي باعتبار الأمريكان كان يعتبر إيران هي العدو واللدود بالنسبة لأمريكان العداء تتغير العلاقات الدولية لا تحكمها مبادئ تحكمها من مصالح فهذه المصالح تغيرت فالأمريكان الآن لهم مصلحة فأن يعيدوا توازناتهم الإقليمية وحساباتهم ومن ثم الانفتاح على إيران له ثمن والثمن بأن تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مقارعة ومحاربة الإرهاب اللي بيعتبرون الأمريكان إرهاب اللي هم وخلقون نياه داعش وغيرها ونتيجة لهذا التعاون لأن نجد هناك الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع الحكومة العراقية المدعومة من الحكومة الإيرانية في محاربة داعش ولموصل وتتحالف مع الاتحاد السوفيتي ومع إيران بطريقة غير مباشرة لحل القضية السورية ومن ثم حرب ومحاربة داعش في سوريا إذن نلاحظ من المصلحة الأمريكية تغيرت نعم كانت في الأمس مصالحها مرتبطة مع دول الخليج اللي هم مصالح قفت مع دول الخليج إذن لا بد أن نلحظ هذا التغير طيب دكتور أريد أن نتقل إلى محور آخر لأن هناك تفاصيل كثيرة أريد أن نخلص فيها فيما يتعلق بسواء تغيير السياسة الأمريكية أو أيضاً يعني كون الملاحة الدولية الآن يعني تتعرض لخطر دولي وليس محلي فقط الآن عندما نتحدث عن نوعية الأسلحة المستخدفة لاستهداف السفن في المياه الدولية في الباب المدّب هل من دلالة إزاء ذلك؟ سيدي طبعاً الدلالة على أن نوعية الأسلحة المستخدمة الآن بأن الآن مؤشر بأن الحثين يمتلك أسلحة متطورة متقدمة لم تعد موجودة أو تمتلك فقط من قبل نظام في اليمن وتزويد الحثيين بأسلحة متطورة وصواريخ يمكن أن تسهدف الملاحة في الأقليم الدولي يعني بأن هناك تغيرة قواعد اللعبة في الخليج الآن الممكن الحثيين يلعبوا دور قوي جداً أنا لا أعتقد بأن هناك فيه مسرحية ما بين حثيين بين الويات المتحدة إزاء ذلك؟ إزاء ما قلت أنت الآن؟ ما الذي ينبغي على الخليج مقابل تغير قواعد اللعبة؟ دول الخليج والتحالف الخليجي الآن لابد أن يدعم أو تدعم السعودية ودول الخليجية التحالف الدولي وتلقي المسؤولية على المجتمع الدولي بأن يتحمل جزء من مسؤولياته هذه المسؤوليات الدولية الآن المياه الإقليمية هي من مسؤولية الدول العظمى للمحافظة عليها وأمنها وسلامتها الويات المتحدة تلكأت لفترة طويلة هل يبدو أن اليمن ليست أولوية؟ نعم اليمن ليست أولوية لدى النظام الدولي أو هذه الدولة المتحدة؟ باعتقادي اليمن ليست أولوية بالنسبة للدول العظمى في الوقت الحاضر لإعطائها الأهمية الكبرى لإدراجها اليمن هي تحت الأنظار لا ترغب الدول الويات المتحدة الأمريكية وحلفائها بأن تخرج الأزمة اليمنية خارج إطار اليمن يسموها احتواء اليمن الآن اللاعبين الأساسيين إيران وصعودية هي خارجة الآن اللاعبين الأساسيين يبقى حروب الإنمى بداخل أراضي اليمن اليمن تحول إلى ميدان صراع ميدان صراع لدول الإقليمية ودول الدولية بالتأكيد نحن لا نقتربش عليهم لكن الهدف لا ينتشر هذا الصراع ويطول دول الجوار الآن الصراع هذا يهدد الملاحة الدولية بالتأكيد هو التهديد موجود لكن الآن لا أعتقد أنه أي تهديد الملاحة الدولية في منطقة الخليج الآن يمكن أن يتحدى الأمريكان بشكل مباشر أنا قلت لك هذه إشارات سياسية إشارات سياسية أنه إحنا موجودين عندنا نقوة عسكري جديدة عندنا الإمكانية جديدة لابد أن تحترف فينا لحن طرف بهذه المعادلة وطرف قوي أصبحنا وليس الطرف الضعيف الذي يكون ننظر لنا من خلال علي عبدالله صالح الولايات التحركية تتعامل مع الحثي من خلال علي عبدالله صالح الآن هم بتم يتحاول يتجاوزوا طيب الآن هذه العقبة العبدالله صالح والحثيين الآن استهدافهم الآن للملاحة وتهديدهم للملاحة الدولية هل يضعف موقفهم الآن أم يقويهما؟ أنا باعتقادي الحثيين تقاموا بهذه العملية بدون تنسيق مع علي عبدالله صالح وحجمعته حتى يثبتوا أنهم قوة على أرض الواقع داخل اليمن ممكن تتجاوز قوة علي عبدالله صالح في فترة زمنية معينة لماذا؟ حتى يكونوا شركاء في الحل السلمي فيما بعد أزمة اليمن ويكون طرف ودور فاعل جداً لمن يدعم الحثيين في اليمن على عبدالله صالح الحثيين لا لا أنا أقصد لماذا؟ لماذا لابد أن يكون فريك أساسي في هذه الخطوة ما لديك على عبدالله صالح بعيد عما الهدف ليس لعبد العبدالله صالح الهدف هو إضعاف علي عبدالله صالح إضعاف علي عبدالله صالح وإبراس دور الحثيين كقوة على أرض الواقع داخل اليمن أن تبرز القوة الحثية على أرض اليمن وتمدد خارجياً إذا المجتمع الدولي الآن ألا يضعف موقفهم الآن؟ إذا الحثيين استمروا بهذه العمليات واستهدفوا سفن مختلفة أو أصابوا الهدف أو عرضوا هذه السفن إلى مخاطر بالتأكيد سيكون هناك موقف دولي لكن هذه المناوشات تحدث بين فترة وفترة هذه اللاعب العسكرية وما يترتب عليها من استراتيجيات لإحياء أو تذكير بالأطراف المختلفة أن موجودين هي مهمة جداً ما تنسى أنه برضو الإيرانيين حركوا سفينتين إلى المياه الدولية في قريب من خليج عدن والبحر الأحمر هذه هي خارج المياه الإقليمية إلى اليمن اليمن الآن المياه الإقليمية المجتمع الدولي أو القرارات الدولية تجيز للتحالف الدولي أن يفتش أي باغرة تأتي إلى اليمن لتضمن بأن هذه الباغر هي لا تمتلك أي أسلحة لكن الحوثيين يدعموا وتزود هذه الأسلحة إلى علي عبدالله الصالح والحوثيين بطرق مختلفة إذن إذا استمر هذا الدعم ما هي التبعات المتوقعة التي ممكن يواقهها الحوثيين وصالح لتهديهم الملاحة الدولية الآن عندما نتحدث عن الملاحة الدولية في المنطقة تحظى بدعم ربما ليس سعودي فقط والآن السعودية أمريكا إيران يبدو أن الموضوع فعلا تنقل الحرب الآن من البر إلى البحر المسألة أصبحت أكبر من أن يحتويها الحوثي والأيضا البنتاجون يتحدث عن رد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وكان الرد ضعيف والرد عبارة عن مجموعة ثلاث صواريخ تمهاك ضربوا رادارات للحوثيين طلقت منها الصواريخ يعني حقيقة الأمريكان لن احنا نقض بعد انتبار برضو البعد السياسي في السياسة الأمريكية الداخلية احنا الآن على أعتاب انتخابات أمريكية الرئيس الأمريكي الحالي في العرف السياسي الأمريكي بيسمون لمدك البط العرجاء هو غير قادر عن أن يتخذ سياسات خارجية قوية غير قادر عن أن يتخذ سياسات خارجية ذات بعد عسكري حازم أو يجر دولته إلى أزمة دولية هو بغنى عنها الآن يسموها في السياسة الأمريكية هو إدارة الأحداث بما يضمن سلامة واسطنارية المصارح الأمريكية حتى يتسلم الرئاسة الجديدة زمام الأمور ثم تبنى استراتيجة جديدة فيما يتوافق على البعد الجديد الآن الإيرانيين مع العوثيين مع الروس سواء كانوا في العراق أو في سوريا أو في اليمن يستغلوا فراغ السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم قدرة الرئيس الأمريكي على اتخاذ قرارات حاسمة هذا الفراغ السياسي الذي صار الآن هو عبارة عن فترة تجربة نجرب ما يمكن أن تزير الآن ضربنا الصواريخ على البوارج الأمريكية وصح ما نحن نستاذبين نحن نقصدين نصيب هذه البوارج بشكل أو بآخر لكن نحن الهدف أن نزعج هذه البوارج ونقول بأن الموجودين لا بد أن نتعامل مع بعضين البعض بشكل أو بآخر في اليمن لأن الآن أمريكيان لا تريدون أن تتعاملوا مع الحوثيين بشكل مباشر نحن من خلال طرف ثالث ومن خلال علي عبدالله الصالح أو جماعات مختلفة بساطة دولية سواء كان من الكويت أو في أمان أو في المجتمع الدولي لكن الآن هذا التصعيد من قبل الحوثيين وإيران لإعادة الأوراق وخلطهم الجديد بأن هذه القوى الإقليمية الموجودة هي ليس فقط من يعتقد الأمريكان هو المحدد أو الفاعد الرئيسي في اليمن هناك فاعلين ثانويين أو فاعلين رأسيين آخرين أبود التعامل سيكتفي الأذى الأمريكيان بهذا الرد الذي يضفته لتالآن بغير متوقع ومزيد مبدئياً إذا لم يكن هناك تصعيد آخر بالمقابل سيكتفي الأمريكان في الوقت الحاضر بهذا الرد لأنه ليس لهم مصلحة هل لأنهم منزويين الآن كثيراً يعني بالسياسة الداخلية الأمريكية بالانتخابات هذا ما قعل أيضاً الروس أيضاً يندفعوا باتجاه أنه يكون لهم حكيت لك أنه الآن فترة الانتخابات الآن هذه فترة الفراغ يعني عدم قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات حاسمة ما لابد أن هناك في شيء اسمه اللي هو تهديد مصالح أمريكي بشكل مباشر هذا ليس تهديد على مصالح أمريكي بشكل مباشر هذا الصراع داخل اليمن الأمريكيين يسمعنيين في الوقت الحاضر فيه أمريكيين لهم مصلحة أن تحل هذه القضية بما يتواسب مع مصالحهم العظمى أو الكبرى الإقليمية لكن لن يرغب الأمريكيين أن يكونوا طرف في هذا الصراع نعم في وقت الحاضر أنا محور مهم جداً يعني أريد أن أفرد له مساحة كافية وهو الدور دور إيران نحن يعني مريناها كذا على الطريق فيما يتعلق بدور إيران لكن أريد أن أفصل أكثر عن الدور الإيراني لأن الموضوع الآن كما قلت قبل قليل اليمن تتحول إلى ميدان صراع ويعني يدخل إيران بالخط بقوة مع مواقهة مباشرة مع السعودية خلينا نفصل أكثر عن طبيعة الدور الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب الدور الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب هو حقيقة أنه امتداد للسياسة والاستراتيجية الإيرانية في الملاحة الإقليمية هذه الملاحة الإقليمية أنه إيران هي تقول بأننا نحن دولة عظمى لنا مصالح لنا نشواط إيمانية تواجدها في المياه الدولية وقانونية طرح ما لم تدخل في المياه الإقليمية للدول المشاطعة للمياه الدولية فهو قانوني إلا إذا توجهت هذه البواخر أو هذه المشاطات البحرية الإيرانية إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة أو لأي دولة أخرى فالآن تعتبر جزء من المياه الإقليمية ولا يحق لها أن تدخل في هذه المياه الإقليمية ما لم تحصل على موافقة مسبقة من الدولة المضيفة سواء كان مرور أو إرساء هذا المرور يحتاج إلى موافقة والإرساء يحتاج إلى موافقة أما بالنسبة إلى المياه الإقليمية اليمنية قرار مجلس المتحدث عنه قبل أنت في بداية الحلقة ويجيز للتحالف الدولي أي باخرة تدخل المياه الإقليمية اليمنية أن توقف وتفتش يتأكدوا من أن هذه البواخر لم تحمل أي معدات أو قوة عسكرية غير مصرحة من المعنى الآن بالتفتيش في ظل إنهيار الدولة اليمنية وإمساك هذه الأمور بيد التحالف الآن التحالف هو معني في هذا التفتيش الآن لابد أن يعني أن تعادل الأمور الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دور كبير جداً في هذا التحالف باعتقادي لو لم تكن هناك في تحاون أمريكي على عكس ما كان يحكي فيه أخينا سليمان أنهم يكون هناك تعاون أمريكي في مقاومة التواجد الإيراني في المياه الدولية لكان إيران تواجدها في المياه الإقليمية على الدول المحيطة للبحر الأحمر والبحر العرب أكثر شراسة أكثر طرفاً أكثر عنفاً بالنسبة لهذه الدول لكن المحدد المحدد والتواجد الأمريكي والمصالح الأمريكية لإيران لم تتمكن أو لم ترغب أن تتحدى أمريكا في هذا الوقت بهذه المعادلة بالذات القانون الدولي يجيز إيران أن تكون في المياه الإقليمية يعطيها حق التواجد أيضاً لحماية سفنها لا يسفنها مصالحها لها حق الملاحة مثل أي دول أخرى في المياه الدولية طيب لماذا يتعلق الأمر بتهريب الأسلحة للحوثيين يعني كيف هو وكل هنا؟ هذا الآن تهريب الأسلحة للحوثيين نحن قلنا كما قلنا يأتي الدور على التحالف الدولي بأن يكون أكثر شدة أكثر سلامة في المراقبة يكون دوره دور حيوي جداً ومهم في مراقبة وباعتبار اليمن هي دولة ممتدة لها أشواطئ طويلة جداً من الصعب جداً أن تراقب كافة المنافذ البحرية أو زوارق البحرية تدخل خاصة من تحت السطح وتحريب الأسلحة إحصائيات عن عدد كبير من السفن الآن الإيرانية تتواجد في محيط البحرية لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع تواجد هذه المياه الإقليمية الدولية إذا كانت هذه السفن تقوم بما تقوم فيما يخولها القانون الدولي القيام به بالملاحة الدولية أو التواجد الدولي بما يضمن مثلاً مثل أي دول أخرى في المياه الدولية لا يوجد شيء يمنع نعم لكن لا يوجد شيء يمنع تواجد السفن ما يمنع هو أن تتقدم هذه السفن إلى أين؟ إلى الموانئ العربية أو الشواطئ العربية أو تقوم بتزويد أسلحة ممنوعة أو محضرة دولية هي لم تتقدم لكنها أرسلت وثبت أنها أرسلت أسلحة للحوثيين وقرار المجلس الأمن يمنع أو يحضر تزويد الحوثيين بالأسلحة وقد ثبت في الفترة الماضية تبردهم في تزويد الحوثيين بأسلحة أنا باعتقد الأمريكان يعني بتصريحاتهم الأخيرة قالوا بأن هذه الأسلحة التي تستخدموها الحوثيين هي من إيران ليعلى أنه الآن إيرانيين يزودوا الحوثيين بهذه الأسلحة الآن إذا كانوا الأمريكان والأوروبيين جادين في حل توافقي ومن ثم عدم تصعيد الصلاح في اليمن إلى أبعد من ذلك يمكن أن يكون لهم دور أكثر فاعلية ووضع ضوابط ومن ثم اللجوء إلى مجلس الأمن لستصدار قرار دولي جديد يمنع تمويل الحوثيين بأي نوع من أنواع الأسلحة وإذا إيران أثبتت ورطها بعد ذات القرار هي تعرض نفسها إلى المسائلة الدولية الآن الأمريكان مصلحة الأمريكان أو الإدارة الأمريكية الحالية تتعامل مع إيران بما يأخذ مصالحها بأنها تنجز اتفاق البرنامج النووي وتغذي البصر عن ما يتعلق في الأطراف الأخرى سواء كان في اليمن أو في سوريا أو في العراق فهذا ينعكس العلاقة الإيرانية الأمريكية الآن أو طور التشكيش العلاقة هو أعطى إيران مساحة أو هامش من الحرية أن تتعامل مع حلفائها في المنطقة بأريحية في أقل الصرامة المكانية سابقا طيب الآن بما أن مجلس الأمن والقرار الدولي يعطي التحالف العربي حماية الملاحة البحرية وما أن التحالف العربي هو المعني بحماية هذه الأماكن ما الذي يتعين عليه إذا الملاحة البحر الأحمر وما الذي يفترض أن يفعل الآن التحالف العربي كمسؤول عن حماية هذه المنطقة ما يفترض أن يقوم به التحالف العربي هو تزويد بمعدات حديثة معدات متطورة زيادة عدد السفن البحرية في المياه الإقليمية لليمن مراقبة بشكل أكثر دقة وأكثر حيوية وباعتقادي إذ لم يكن هناك تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العظمى زي دول الأوروبية لن يتمكن التحالف العربي من تحقيق غدافه بشكل مباشر لأنه هو نحتاج إلى خبراء فنيين معدات أجهزة متطورة أجهزة مراقبة على مدار بعيد أو خلنا نقول حماية فيما لو تم احتكاك ما بين هذا التحالف العربي والسفن الإيرانية في أعالي البحار أن يكون له دي قوة رادعة أنا باعتقادي التحالف العربي كقوة عسكرية بحرية لم يرتقل المستوى المطلوب بالضبط الموانئ أو ضبط المياه الدولية والإقليمية بما يمنع تهريب الأسلحة هل تتوقع حضور روسي في المشهد أكثر من ذلك؟ بالخليج العربي في باب المندب باعتقادي الخليج الدور الروسي في اليمن في وقت الحاضر ومن خلال إيران دعم إيران دعم إيران في مشاريعها المختلفة كل ما كانت دعم روسي لإيران في سوريا وفي العراق انعكس هذا الدعم بقوة إيران في اليمن إذا تراجع دور أو الدعم الروسي لإيران في سوريا وفي العراق يتراجع الدعم الروسي للدور الإيراني في المحيط يعني أستطيع أن أقول أن الحوثي الآن لم ينقح في قر أمريكا للتدخل في البحر الأحمر بما يقعل بما يحميهم لأنه قلنا قبل ذلك أنه يعني قرهم والهدف الأساسي هو أنه يعني يخارج الحوثيين كأنه مخرج للحوثيين قر أمريكا إلى البحر الأحمر هل نقح فعلا في أنه تواجدهم يقد لهم مخرج أم أنهم زاد الأمر سوء مما يجعل موقفهم أضعف من السابق أنا لا أرى أن الحوثيين الآن يعني هم عندهم قدرة يعني حتى الأمريكان يدخلوا في اليمن ومن ثم استخدام القوى العسكرية لأي طرف من الأطراف هذا يترتب عليه الدراسات وإستراتيجيات أمريكية وتغييف المعادلة السياسية الآن اليمن ليس لديهم الأمريكان ليس لديهم أي مصلحة أن يكونوا طرف مباشر بقواعد عسكرية أو بقوة عسكرية أو بتواجد عسكري في اليمن أو استخدامهم الأمريكان هم يدعموا التحالف السعودي يدعموا بشكل غير مباشر خلال التدريب التوجيه اللوجستيكية تحديد الأحداف دقة الهدف بالأسلحة يعني الدعم الأمريكي للتحالف السعودي موجود لكن الآن أن نقول بأن هناك صارت تحالف فجأة حوثي أمريكي صح العوثيين بدلت بسحة مستفارة الأمريكية لكن الأمريكان الآن ليس لديهم مصلحة صحيح دكتور أنا أشكرك شكراً جزيلاً الحقيقة كان الحديث معك شيق وفتح أمامي كثير من الآفاق وتساؤلت كثيرة لكني لا أستطيع بحكم أنه وقت البرنامج محدود سأكون معك في أيام قاتمة إن شاء الله للتفصيل أكثر الأستاذ الدكتور مازين العقيلي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية كان هو ضيفي في هذا المساء للتعليق على آخر المستقدات في البحر الأحمر وأيضاً بإذن الله سيكون ضيفي في حلقات قادمة الأستاذ سليمان العقيل كاتب محلل السياسي من السعودية أيضاً كان هو ضيفي للتعليق عن نفس الموضوع سأراكم غداً في نفس التوقيت على الهواء مباشرة في حديث المساء إلى اللقاء اشتركوا في القناة